عسلامة نسكل بما أن وزير الرياضة استقبل المستشهر هذا الأمريكي فورجي تشامبرز المدعو فورجي تشامبرز في وزارة تمثل مقر سيادي تونسي وهبت عليه كلام رسمي فقبل ما الحكاية تزيد تكبر والدولة التونسية حاشيكم يزيد وشلكوها هالوزرة ويزيد يمكن حتى تكبر أكثر من هكا اللي هي الدولة التونسية قطرها عالي ومش متاع الشي هذا فقررت أني نعطي حقيقة السيدة ذايا لأنه في أمريكيا أي إنسان تجم تجبد عليه الكريمانال راكرد متاعه تجم تجبد عليه تاريخه وتشوفه شعنده مشاكل وشعنده السيد هذايا أولا ما اسمه شي فورجي تشامبرز اسمه جيمز تشامبرز فورجي هذيكا تربيجة فهمتني يا وزير الرياضة تربيجة هذيكا أنت أصلا اسمه الحقيقي ما عندكش السيد هذايا توقف برشة مرات في أمريكيا توقف مرة على خاطره يستهلك ويبيع ويشري في الهيروي السيد هذا اضطرد من الكاليج على خاطره يفرق في الكوكايين ويبيع في الكوكايين في الكاليج السيد هذي توقف على خاطره عنه في مرته السيد هذي توقف مرة على خاطر تشدوه عريين في الشارع يحوس عريين تلمان شرب وكونسومة وتخل بعضه خرج عريين في الشارع فالبوليسية وقفوه السيد هذي كان عنده مشروع هو ومرته مشروع متع سالدو سبور ويش يكبروه مشروع رياضي ومشروع متع قهوة البلاسة اللي هما سكنين فيها في امريكا عملوا ما في وسعهم بش نحولهم الرخصة وطردوهم علش على خاطرهم عملوا بوليسي قرار انه البوليسية والميليتير واللكس بوليسية واللكس ميليتير وعائلاتهم ما عندهمش الحق يدخلوا للسلد سبور وما عندهمش الحق يدخلوا للقهوة هذية لانه سيفورجي هذية اللي هو حثيلة المجتمع في امريكا هذي انسان ينتمي الديجونغ ويمول في ديجونغ وفما تمويل مثبت بتاع ستين الف دولار في مجموعات اللي يتحرض على قتل البوليسية وعلى يعني تشويه البوليسية وسبان البوليسية وهو بيدها تشد مرة ووقف ما ما بيتش معناها سيبوه في ساعة خطرة يسب في البوليسية وهذا دليل اسألوه السيدة دايا على التتواجد اللي في رقبته اللي هاني مش مش نقولها شنوانا يا احتراما في المؤسلة أمنية والعسكرية في تونس التتواجد ذاكا مرتبط بديجونغ معروفين يدعون للقتل يدعون للقتل متاع البوليسية وبالتالي الدولة التونسية وأجهزة الدولة التونسية يعايش كمره ومش معقول انسان كمن هكا يتم معناها فتح أبواب الدولة التونسية ليه وتكريمه وهذه كلمة الوزير الرياضة ياسي كاميل تتفكر كي جيتك في 2021 تتفكر 2020 كي جيت واخذيت موعد ودخلت لقاعة الانتظار اللي بحظة بيروك في الوزارة متاع الرياضة وجبت دوسي كامل متاع دي سبونسور وعدو بما في ذلك أطراف حكومية وأطراف خاصة شركة طيران، شركة ديفوند انفستيسمن خاصة بالسفور نفس الناس اللي هي مولة كاس العالم وكاس العرب اللي صار المرة اللي فاتت جبتهم وجايبتهم في دوسي وجيتك بش نقولك إيجا الدولة التونسية وزارة الرياضة تخدم على تنظيم وتصب دوسي ليه تنظيم كاس إفريقيا في الدورة الجاية ولا اللي بعدها وهاني بش نعاونكم في الشي هدايا تتفكرش قلتلي؟ تتفكر كي خرشت راسك من بيروك وقلتلي سمحني مدام ما نجمش نقابلك؟ ومشيت هنايا صبيت تدوسي وحكيت مع المدير العام في وزارة الرياضة وخرشت من غاديكا وما كلمني حتى عبدا؟ يعني ألف الحامدي اللي هي نخبة نخبة تونس اللي هي متخرجة من أكبر الجامعات في الولايات المتحدة ألف الحامدي ما نقابلوهاش وما نسمعوهاش وما نقبلوش الاستثمار اللي يجيبه أمحو ثالث المجتمع زبالة أمريكيا نقبلوها ونحلو لها باب النادي الأفريقي ونحلو لها بلاتفورم اللي تنجم تستعملها بش تحرض على البوليسية متعنا تخلق الفتنة ما بين الشباب متعنا يعني ألف الحامدي ما نقبلوش استثمارها وما نقبلوش خدمتها والتونسة بالخارج نمنعوهم من إنهم يشاركوا في الانتخابات ونمنعوهم من حقوقهم وبراتيكمون نحولهم الجنسية التونسية على خاطر كيتنحول توينسة بالخارج حقوقهم المدنية والسياسية ببراتيكمون كهينكم نحيطولهم الجنسية التونسة بالخارج نعملوا فيهم ونمرمدوهم ونقولولهم فلوسكم بيه يا حشنا بيها أبعثوها أما أنتم ما تجوش وما تعبروش وما تعطوش رايكم والحثيلة متاع المجتمع لقورة واحد كما هذايا ندخلوه ونكرموه ونحلو له الفيراج ونلزو رجال الفيراج متاع النادي الأفريقي بشي ولو يهزو في القفة الواحد أمريكي ما يتهزش بنقص النار بولش عليها تونس ما عاش فيها رجال عندها فلوس بش تموّل جمعية كما الجمعية كما النادي الأفريقي وبربي هذي رسالة للمشجعين التاع النادي الأفريقي ونمني كنت صغيرة أنا عائلتي شاهدة معناها كنت نمشي صغيرة نمشي نحضر ونشجع في النادي الأفريقي في تونس ما عاش تقولوا للفرجاني عايشكم هذي تطيح قدر وتشويه لعائلة الفرجاني اللي هي عائلة عريقة خدمة النادي الأفريقي هذي حوثالة المجتمع وزبالة أمريكي هذي دكار ونادي الأفريقي تم استغلالها واستعمالها لطبيض الأموال ولا تماكينها متع طبيض الأموال على خطر القوانين اللي معمولة في تونس هي اللي تخلق في الشي هذي وبالتالي يا سي وزير الرياضة القانون اللي عندك على بيروك متع إسلاح متع الجماعيات الرياضية ما عادش تعطل يا عايشك لنقولوا نتسائلوا في أسألة أخرى وبالنسبة للسفير تونس في أمريكيا والشيف دونتين سيرتول لنورمال مورا هو يخدم خدمته سفير تونس في أمريكيا في بلاس ما تبدي الدوري من بلاسة لبلاسة تحاولي تقنعي وتبيضي في الجرائم الانتخابية وفي التجاوزات القانونية اللي سايرة في تونس اخدمي خدمتك وحل اكتب على السيدة ذاية بش تجنبي الدولة التونسية لا يصير لها معناها تشويها أكثر من هك وانا تكلمت أنا خايفة للسيدة ذاية يستقبل قيس سعيد ويكرمه وكان لزم يعطيه الجنسية التونسية كيما عمل لك الحوثيلة بسل ترجمين ولا معناها الجنسية التونسية ولا تتفرق على حوثيلة المجتمعات من العالم مجمع وربي يحفظ تونس وتونس راهي صعيبة صعيبة على الانواع هذه وشكرا